إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم سفينة النجاح حوار الشيخ الدكتور عايض القحطاني ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور محمد الحسن الددو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار عن أجله واختفى أثره إلى مدين نحييكم السمعين الكرام بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم سفينة النجاح والذي يأتيكم عبر أثير إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من الدوحة فلكم منا أطيب التحايا يصحبكم في هذه الحلقة محدثكم عائض القحطاني ومن التنسيق والمتابعة توفيق وسامة ومن التنفيذ معتصم السلامة ويوسف عبد الغفار ويسعدنا أن نقدم لكم هذا اللقاء المتجدد مع فضلة العلامة الشيخ الدكتور محمد الحسن الددو الشنقيطي رئيس مركز سكويل العلماء وعضو الانتحاد العالمي لعلماء المسلمين والمستشار بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر فحياكم الله فضل الشيخ معنا وأهلا ومرحبكم وإياكم وكرم وكرم الله مستمعين الكرام يوم عرفة يوم تتجلى فيه أسمى المعاني الإنسانية ترى المسلمين فيه يقفون على صعيد طاهر واحد تجمعهم رابطة واحدة وتضمهم علاقة مقدسة وتحويهم عروة الإيمان بالله تعالى وتسلم له ولذعانوا إليه فلا عنصرية ولا مغيظة ولا قبلية مقيتة يوم عارفة يوم العتق من النيران يهدي الله تعالى فيه المغثرة على صحائفة من نور يباهي الملائكة فيه بأهل الموقف ويعمهم بالرحمات كذلك الصائمين والصائمات في هذا اليوم يكفل عنه السيئات ويمحو عنهم الخطايا والزلات فما أجمله من جزاء وما أحسنه من موقف حديثنا اليوم السمعين الكرام وفي هذه الحلقة مع ضيفنا الكريم فضل الشيخ حول فضائلي يوم من هذه الأيام العظيمة أو هذا اليوم العظيم من أيام الحج ويوم عرفة وأيام التشريق فضل الشيخ نجد تحيبك مرة أخرى وبداية نقف وقفة يسيرة عن الحج وهو ركن عظيم من أركان الإسلام فلو نتوقف الحديث عن فضائل الحج وفضائل عبادة الحج بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبن اهتدى بهده واستنى بسنته إلى عم الدين أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى شرع لعباده ما يصلح لهم في أمور دنياهم وأخراهم فما يصلح لهم في أمور دنياهم المرجع فيه إلى التعليل يعرفونه مرتبطا بالمصالح ويقدرونه ويعرفون ما يرد عنهم من المفاسد ويتلبون لهم من المصالح أما ما يتعلق بأخراهم فهو غيبي لانطلاق فيه من التسليم بالإيمان بالغيب والاستسلام لأمر الله جل جلاله ومن ذلك أحكام الحج فإن الله سبحانه وتعالى خصه بشعائر في مشاعر محددة وهذه المشاعر ليس يفهم الإنسان وجه تعلق هذه العبادات وهذه الأنساك بها بخصوصها لأن هذا أمر أخرى وغيبي ولكنه من أمر الله الذي أمر به وجعل أول بيت مضيع للناس هذا البيت الحرام الذي خص به مكة المكرمة وقال فيه بكتابه إن أول بيت مضيع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات هذه الآيات البينات ثلاثة مقام إبراهيم وهو هذا الحجر الذي كان أنزل لإبراهيم فكان يقف عليه فيصعد به كالمصعد إلى أن انتهى بناء الكعبة فلما توقف الحجر وعن ارتفاع علما أن الله لم يأذن في رفع الكعبة أكثر من ذلك وبقي أثر إبراهيم فيه على رجليه منذ ذلك الوقت وكان أشبه الناس به رسول الله عليه السلام فكان يطأ موطئ إبراهيم برجليه فعلى قدره تأتي رجلاه ولا تأتي رجلاه أحد من الناس سواه وقد قال أبو طالب وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه ساعي ليرقى في حراء ونازلي وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل والآية الثانية من دخله كان آمن هي الأمن الذي جعل الله بهذه المشاعر يحس به المسلم والكافر ويحس به البهائم ويحس به الطير وتحس به الخلائق شميعا فهو أمن الله سبحانه وتعالى آمن أهل هذا الوادي من الخوف وآمنهم من خوف وهذا الأمن كان معروفا في الجاهلية حتى قالت مرأة من جرهم لولدها أبني لا تظلم بمكة للكبيرة ولا الصغير أبني قد جربتها فوجدت ظالمها يبور الله آمنها وما بنيت بساحتها القصور والله آمن طيرها والعصم تامن في ثبير ولقد غزاها تبع فكسى بنيتها الحرير يبشي إليها حافيا بفنائه ألفابعير وتحس به الوحوش في جبالها كما قال الشاعر بالمؤمن العائدات الطير تمسحها ركبان مكة بين الغيل والسعدي هذا النابغ الظبياني وكذلك فإن هذا الأمن في منطقة حدود الحرم التي حددها الله سبحانه وتعالى لإبراهيم عليه السلام وبعد ذلك الآية الثالثة لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فجعل الله الحج آية من آياته الثلاث الموجودة في هذا البيت الحرام فقال فيها آيات بجنات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمن ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وهذا الحج فرضه الله على أنبيائه جميعا فما من نبيين إلا وقد حج البيت وسعى بين الصفا والمروة وقد أمر الله إبراهيم بمناء الكعبة فإن هذا البيت بنته الملائكة لآدم عليه السلام فهو أول بيت مضيع للناس في الأرض ولكن عندما جاء طفان نوح حمل البيت ولم يبقى إلا أساسه مختفيا تحت ركام التراب والحجارة فبكث أزمانا والوادي مهجور ليس فيه أنيس والبيت لم يبقى له أثر فدل الله إبراهيم عليه وبوأ له مكانه وأمره بابنائه فقال تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا وطحر بيته للطائفين والقائمين والركع الصجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهبة الأنعام فبنى إبراهيم وإسماعيل البيت الحرام ووقف إبراهيم فأذن بالحج فقال أيها الناس إني بنيت لله بيتا في حجه واستجاب لدعائه الخلائق من مشارق الأرض ومغاربها بأبل الله سبحانه وتعالى ومنذ ذلك الوقت لم تنقطع شعيرة الحج في كل عام في وقت محدد لأن الله قال الحج أشهر من معلومات وهي شوال ذو القعدة وذو الحجة فهذه الأشهر الثلاثة المباركة جعل الله فيها مسك الحج فلا إحرام قبل شوال ولا يمكن أن تنتهي أعماله إلا بنهاية شعيرة الحجة فبذلك يرتبط الحج بهذه الأشهر وبهذه الأمكانة وهذا الحج عبادة عظيمة فيه تخلص لله من كل شيء حتى من ملابس الإنسان الخاص يخرج له من وظيفته من أهله من ماله من عمله من كل مألوفه حتى من ملابسه يخلعها لله فيضح لله جل جلاله ولذلك هو تكفير للسيئات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وقال من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وهو ينقسم إلى قسمين حج مبرور وحج باطل نسأل الله السلامة والعجم نتحدث في موضوع الحج الشيخ بعد أن ندخل في موضوع العشر الأيام الأولى من ذنب الحج نحن وشيخ في هذه الأيام العشر من ذنب الحج عموما للحاج ولي غير الحاج أيضا للشيخ يعني ما هو فضل هذه الأيام وغيرها نعم هذه الأيام أفضل أيام في السنة وأفضل ليالي في السنة العشر لواخر من رمضان لكن أفضل أيام هي هذه الأيام أيام العشر وليالك أقسم الله بها فقاله الفجر وليالي عشر الفجر أي فجر يوم النحر وليالي عشر هذه الأيام أيام الليالي العشر عشر ذي الحجة وهي عشر وإن كانت تسعا فقط بالناحية الصيام صوم عشر ذي الحجة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهر عيد لا ينقصان رمضان وذي الحجة فرمضان حتى لو كانت تسعة وعشرين يوما فهو عند الله ثلاثين يوما لا ينقص وعشر ذي الحجة حتى لو صامها الإنسان فإنه لن يصوم يوم الإيد وهو العاشر وهو يحرم صومه فإن الإنسان إذا صامت تسعة أيام كتبت له عشرا كاملته هذه العشر فيها فضل عظيم جدا فقد خصها الله بأن جعلها في الشهر الحرام ورتب فيها الأساكة في البلد الحرام وجعلها تكفرا للسيئات ورفع للدرجات ففيها يوم عرفته هو التاسع منها وهذا اليوم يكفر ذنوب سنتين السنة الماضية والسنة القابلة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في أيام العشر يعني عشرة الحجة قيل وللجهاد في سبيل الله قال وللجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بأهله وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء فهذه الأيام الصدقة والصلاة والزكاة والحج والعمرة والدعاء والذكر وقراءة القرآن وكل أنواع العبادات فيها أفضل منها في غيرها وأجرها أعظم لأنه قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في أيام العشر وهذه الأيام الفضل فيها كلها لكن أفضلها أو آخرها فاليوم السابع أفضل من ما قبله واليوم الثامن هو يوم التروية أفضل من ما قبله وهو يكفل ذنوب سنة واليوم التاسع وهو اليوم عرفة يكفل ذنوب سنتين وهو أفضلها ولذلك شرع الله في هذا الموقف العظيم لأنه عبارة عن تشديد العهد مع الله فإن الله أخذ علينا عهدا في عالم الذر فقد جاء بآدم عليه السلام إلى هذا الوادي وهو وادي نعمان وهو بطن عرفة فمسح الله ظهره فيه بيمينه فأخرج منه ذرية فقال آدم وأي رب من هؤلاء قال خلق من ذريتك خلقتهم للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره أخرى فأخرج منه ذريتا فقال آدم وأي رب من هؤلاء قال خلق من ذريتك خلقتهم للنار وبعمل أهل النار يعملون ثم خلطهم حتى ما يتميزون فناداهم فقال ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يمر قيامة إنا كنا عن هذا غافلين وأخذ الله عليهم العهد أن يعبدوه وأن لا يعبد الشطان قال الله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدق مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ومن أغرب ما في الأمر أن آدم عندما خلط الله الذريتين نظر في وجوههم فرأى في وجه كل إنسان نورا بقدر ما في قلبه من الإيمان فرأى نورا في وجه رجل فأعجب به فقال يا رب من هذا قال رجل من ذريتك اسمه داود قال كم عمره يا ربي قال ستين سنة قال يا ربي زده من عمري أربعين فكان عمر داود مئة سنة فيها أربعين من عمري آدم عليه السلام وهذا العهد الذي أخذ الله علينا يجدده السنة في يوم عرفته في نفس المكان الذي أخذ الله فيه علينا العهد ويجدده يوميا بذكر بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث شداد بن أعوث رضي الله عنهما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السيد للسفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنات أبو ألك بنعمتك علي وأبو أبذنبي فاغفر لي فإنه لا يعفر الذنوب إلا أنت من قالها في يوم موقنا بها فمات دخل الجنة ومن قالها في ليلة موقنا بها فمات دخل الجنة هذا فيها تجديد العهد وأنا على عهدك ذلك العهد الأزلي ووعدك ما استطعت فكذلك الحج هو تجديد لهذا العهد لأنه وقوف في نفس المكان يوم عرفة نصحول الله سبحانه وتعالى ونضحوله ونبرز له فنحن نجدد هذا العهد مع الله أن نعبده ولا نعبد الشيطان وهو عهدنا للتوحيد الخالص ولذلك يباهي الله بالواقفين بعرفة ملائكته الكرام ويقول هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم فتتنزل فيه المغفرة على الجميع وقد سئل أحد أئمتنا من السلف الصالح من أسوأ الناس حالا في هذا اليوم عرفة قال من يظن أن الله لم يغفر لكل الواقفين فيه فالله تعالى أكرم الأكرمين وهو يغفر لكل عباده في هذا اليوم وصيدنا حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة رضي الله عنه وأرضاه عمته وخديهة من تخويلد بن عمه زبير من العوام كان من كرماء قريش وأغنيائها فجاء إلى الحج بكل من يملكه من الأرقاء فلما كان الموقف وقف وقال يا ربي هؤلاء أرقائي قد اعتقتهم لوجهك فأعتقني من النار فبكى الناس بكاء شديدا من هذا الموقف العظيم لصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الوقت تلتمس فيه المعذرة وتقدم فيه القربات لله سبحانه وتعالى وتراق فيه العبرات وتستقال فيه الزلات والعثرات ويغفر الله سبحانه وتعالى فيه لمن جاءه مؤمن به طائعا موحدا غير مشرك ولا عاصل وفيه فضاء الكثير فقد ثبت فيه أنه ما مر على إبليس يوم هو فيه أخزام يوم عرفة لكثرة من يرى من المغبور لهم في إبليس يريد سجن البشر في الذنوب فالإنسان منا يجعله إبليس محاطا بسور من ذنوبه ويبني يبني يبني حتى يقيده عن الحركة والسير فإذا جاءت لحظة من عهو الله هدمت كل ذلك البنيان كما قال بالقيم رحمه الله بنا ما بنا حتى إذا ظن أن ما بناه وطيد والراسخ الأس محكم أتلعف من كل القواعد ما بنا فخرى عليه سقفه المتهدم ولو أن ألفا من بنات جنوده بنوا كل يوم ألف بيت ورمموا لهدت بيوت الكل توبة مخلص على ما جناه صح منه التندم فضل الشيخ اليوم هذا يوم عرفة يوم مشهود ويوم عظيم ولا يضاهيه يوم هو اليوم المشهود هو اليوم مشهود نعم هو اليوم مشهود فيه تودأ أعظم فريضة وأعظم ركن وهو الحج الحج عرفة الحج عرفة فلماذا سمي بيوم عرفة تحديدا وكذلك أيضا الشيخ فضائل هذا اليوم للحاج ولغير الحاج بالنسبة لهذا اليوم سمي يوم عرفة لأن الوقوف فيه في عرفة ولأن الناس يخرجون من نطاق الحرم إلى هذا المشعر الحلال فالمشاعر كلها في داخل نطاق الحرم إلا عرفة فهي مشعر حلال خارج نطاق الحرم فحدود الحرم تنتهي قبلها قبل وادي عرنة ووادي عرنة بين عرفة والحرم وسمي هذا اليوم بعرفة لأنه يوقف به في هذا المكان يسمى عرفة ويسمى عرفات بالجمع ولذلك جاء في القرآن فإذا أفضتم من عرفاتهم فاذكروا الله عند المشعر الحرام من عرفات هذا المكان اسمه عرفات واسمه عرفته وينسب إليه هذا اليوم فيقال يوم عرفته ويوم عرفات وهذا اليوم فضله كما ذكرنا في أصله بتجديد هذا العهد مع الله وهذا العهد الأفضل أن يجدده الإنسان في مكانه في مكان العهد وهو موقف عرفة ولكن يمكن أن يجدده في كل مكان ولذلك شرع فيه لجميع المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها الصيان فصومه يكفر ذنوب سنتين سنة ماضية وسنة مستقبلة قال أهل العلم هذا يدل على أن من وفق لصيامه إيمانا واحتسابا فقبل منه ذل ذلك على أنه سيعيش سنة قابلة أيضا فيزاد في عمره لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يكفر ذنوب سنة المستقبلة وهذا اليوم فضله ليس مقتصا بالصيام بل يسرع فيه الدعاء فقد صحى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الدعاء دعاء يوم يعرفه وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له المركو له الحمد وهو على كل شيء قدير وقد سئل سفيار بن عينة رحمه الله فقيل له هذا ثناء لا دعاء فقال أما سميتم قوله مية بنية بالصلة الثقف إذا أثناء عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء واذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن نشيمتك الحياء أنه قال إذا أثناء عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء فهو يتعرض لنفحات الله وبركاته ورحماته وخيراته بالثناء عليه فلذلك كان أفضل الدعاء دعاء يوم عرفته وأفضل ما يقال يوم عرفه هو هذا اللفظ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له المركو له الحمد وهو على كل شيء قدير فهو دعاء وثناء ويشرع للمؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها أن يخصوا هذا اليوم بعبادة مخصوصة فليحافظوا فيه على فرائض الله أولا كصلواتهم وأدائها في الجماعة وفي المسجد وعلى أحسن الوجوه وكذلك ليحافظوا على صيامه في أي مكان من الحال العالم ليحافظوا على أذكاره وليحافظوا على قراءة القرآن فيه والصدقة والصيلة الرحم والاستغفار والتوبة والإنابة من كل ذنب لعل الله يشركهم في هذه المغفرة التي ينزل في هذا اليوم العظيم فرد الشيخ أعمال الحاج في هذا اليوم لو تذكرنا بعضا من تلك الأعمال التي يؤديها الحاج وكيف يستغل الوقت في هذا الوقت العظيم نعم بالنسبة للحاج في يوم يعرفة ما له عمل غير الوقوف فإنه سيكون على الأصل ندبا في مينان في اليوم الثامن وهو يوم التروية وليس له عمل غير التربية وغير الصنوات يوم التروية ماذا سمي بيوم التروية؟ لأن مينان لم يكن فيها مياه وكان الناس يحملون المياه من مكة إلى ميناء فيربون يأخذون الرواية وهي القرب من الماء إلى ميناء نعم فيسمونه يوم التروية والسقاية الحاج كانت من شأن ذرية قصي بن كلاب وبقيت في بني هاشم كانت السقاية لدى العباس بن عبد المطلب فهو المسؤول عن زمزم لأنه حفره أبوه عبد المطلب فكان مسؤولا عن سقاية الحجاج ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يجذبون المياه من زمزم يسقون الناس فقال اسقوا بن عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس وعلى سقايتكم لنزعته معكم هو منهم فأراد أن يخذ معهم هذه المأثرة ولكن خشيا أن يصحمهم الناس عن سقايتهم فهذه السقاية هي زمزم جعلها الله بيد بن هاشم وخص عبد المطلب بهذه المأثرة أنه حفر زمزم وقد رأى في المنام قائل أن يقول له احفر زمزم تسقي الحجيج الأعظم وهذا الزمزم في هذا الماء المبارك هو في الأصل معجزة لأم إسماعيل لإسماعيل عليه السلام وجعل الله ماءه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شفاء قال طعام طعم وشفاء سقن وورد فيه أيضا أنه لما شرب له وكان الناس يعخذونه معهم إلى الحج فيربون إلى يوم التروية هذا يوم التروية ليس فيه عمل غير التلبية وصلاة الفرائض الخمس غير مجموعة في أوقاتها في مينان فإذا أصبحوا في اليوم التاسع بعد في وقت الضحاء ينطلقون إلى عرفة فإذا جاءوا ملبين مكبرين مهللين إذا وصلوا إلى حدود عرفة قبل وقت الزوال فما لهم إلا الراحة فإذا حان وقت الزوال اغتسلوا غسلا ليس فيه دلك وإنما فيه صب الماء على البشرة ندبا ثم بعد ذلك يقفون لله سبحانه وتعالى وهذا الموقف بدايته أن يؤذن المؤذن بالصلاة فيصل الإمام بالناس الظهر ركعتين والعصر ركعتين ويخطب فيهم خطبة يبين لهم أحكام الحج وأحكام الموقف وفضل هذا الموقف ويحثهم على الدعاء والتسامح والعفو وغير ذلك من المواعد ثم بعد ذلك يبدأ الموقف من ذلك الوقت فهذا الموقف العظيم أعظم ما نفعله في اليوم من العبادات الصلاة ولكن الصلاة فرقها الله عن هذا الموقف فعجل العصر مع الظهر جمع تقديم وأخر المغرب مع الإشاء جمع تاخير ليبقى الوقت خالصا للوقوف والدعاء وأفضل العمل فيه الوقوف مستقبلا ويكون الإنسان على طهارة سواء كان راكبا أو واقفا والنبي صلى الله عليه وسلم ووقف فيه راكبا على ناقته وخطب على الناقة خطبته وكان يقطع الدعاء والذكرى بتوجيه الناس وهو على الناقة فيقول لجرير بن عبد الله استنصت الناس وجرير كان طويلا جهوري الصوت فكان جرير يصيح بالناس يقول أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيبلغهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يبلغهم ويستمر ذلك إلى هنيها بعد الغروب فإذا غربت شمسه ومكثه قليلا بعدها ينطلقون إلى مزدلفة لا بد في الانطلاق من السكينة وهذا الانطلاق هو ليلة النفري ينفرون من عرفات إلى مزدلفة المشعر الحرام فينزلون في المشعر الحرام ويوصلون في المغرب والإشاءة جمعا والنبي صلى الله عليه وسلم كان جعل حبل المشات بين يديه وكان إذا مر بركب يشير بيديه فيقول السكينة السكينة وهذا الموقف العظيم هو وقت خزي بليس بعد صلاة المغرب وهو يرى الناس وقد تحللوا من ذنوبهم جميعا وغفرة لهم وهم يصيرون باتجاه المشعر الحرام في رضا الله سبحانه وتعالى الناس في مسيرتها وأنت تسكمل حديثك الجميل فضل الشيخ وحقيقة يعني حديثنا خاصة في موضوع الحج وموضوع العرفة لكن في هذا اليوم العظيم نرى جموع المسلمين وهم فضل الشيخ تكبر الله عز وجل في كل موطن في كل بقعة من عرفة حتى تخرج إلى مزدلفة ما أثر ذلك في نفوس المسلمين وهم يعظم الله تعالى بالتكبير والتهليل والتحميد والتسبيح نعم لا شك أن الذكرى هو علاج القلوب وهو حياتها وهو تنوير البصائر والله سبحانه وتعالى شرع لنا أن نذكره كثيرا فذكر أن أهل الجاهلية كانوا يذكرون آباءهم في هذه المشاعر ويفخرون بقبائله في عرفاتهم من عرفاتهم مزدلفة وشرع الله لنا أن نذكره سبحانه وتعالى فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى ولذلك فلابد من الإكثار من الثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله وأن لا يذنى على أحد سواه في هذا المكان فالله أغير على خلقهم ذلك ولابد أن يخص الإنسان ثناءه في هذه المشاعر بالله جل جلاله وحده وأن يكثر من الثناء عليه وأن يكثر من ذكره والتلبية اختلف فيها متى تقطع فعند أهل المدينة ورأي مالك أنها تقطع بمجرد الوصول إلى عرفة ويبقى الذكر والتهليل والتسبيح وغير ذلك وعند الجمهور أنها لا تقطع إلا بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد في الصباح فيهللون أيضا ويسبحون ويكبرون ولكن يلبون أيضا حتى يصلوا إلى ميناء ويرموا جمرة العقبة في الصباح وعموما سواء فعل الإنسان ذلك أو لم يفعله فلا يقطع الذكر وأنس المالك رضي الله عنه ذكر أنهم قدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منا إلى عرفات فمنهم المهلل ومنهم الملبي ومنهم المكبر ومنهم المسبح فلا يلام أحد منهم لم ينكر أن رسول صلى الله عليه وسلم على أحد منهم فضل الشيخ يوم النحر من الأيام العظيمة من الأيام الله سبحانه وتعالى وهو اليوم العاشر من ذي الحجة فما الأعمال المستحبة فيه وما فضله وما سبل النجاح لعدم ضياع وقات هذا اليوم العظيم للحاج ولغير الحاج نعم بالنسبة لهذا اليوم يوم النحر مختلف فيه هو يوم الحج الأكبر أو يوم عربته هو يوم الحج الأكبر حل خلاف والذي يترجح أن يوم النحر هو يوم الحج الأكبر لأن أكثر أعمال الحج تقام فيه فأول ذلك الوصول إلى منا ورمي جمرة العقبة والحلق حلق الشعر وذبح الهدي والتحلل الأصغر والذهاب إلى مكة وطواف الإفاضة وإذا كان الإنسان متمتعا أيضا فإنه سيسعى السعي بعد طواف الإفاضة فأكثر أعمال الحج في هذا اليوم هذا اليوم هو العاشر من الحجة وهو يوم عيد للمسلمين يفرحون فيه بنعم الله سبحانه وتعالى ويذكرون نسب الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإن كانوا حجاجا فذلك بالهدي وإن كانوا غير حجاج فذلك بالأضحية ويشرع لهم في صلاة العيد ولبسوا الزينة في غير الحج وهذا اليوم العظيم يحرم صومه على المسلمين ويشرع فيه النسك بالهدي بالهدي في مكة وبالأضحية في غيرها وهذه الأضحية تذهب بذنوب الإنسان كل عضو منها يذهب بذنوب عضو من أعضاء الإنسان وهذا اليوم حتى غير الحاج هو مكمل للعشر والنبي صلى الله عليه وسلم روي عنه الصيام العشر كلها ما عدا يوم الأيد فهو حرام واضب على ذلك وحديث عائشت أنها لم تره يصوم عشر هذه الحجة مقصودها أن ذلك أنها رأته مرة غير صائمة فيه إذا كان حاجة أيام التشريق بالشيخ هي الأيام التي تلي يوم النحر ما فضل هذه الأيام باركات هذه الأيام باركات أيام عيد وأيام مغفرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها أيام عيد وبيّن أنها أيام أكل وشرب وهذه الأيام هي اليوم الأول بعد يوم العيد وهو الذي يسمى يوم القر وهو أفضل الأيام بعد يوم العيد ثم بعده اليوم الثاني وهو الثاني عشر الثاني عشر وهذا اليوم هو يوم النفري ينشر فيه المتعجلون وبعده اليوم الأخير من أيام الحج وهو الثالث عشر فيعجل عنه بعض الناس لأن الله قال فمن تعجل فيه يومين فلا إثمى عليه ومن تأخر فلا إثمى عليه لمن اتقى والمقصود لا إثمى عليه أنه كفرت سيئاته وغفرت خطاياه في هذه الأيام المباركة وشرع الله فيها المقامة في مينان فيجب المبيت فيها وفي النهار أيضا يجب رمي الجمار فترمى الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر يبدأ بالجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم جمرة العقبة ويدعى بعد الجمرتين الجمرة الأولى والثانية دعاء طويل النبيто أسلم دعاء قد رسولة البقرة وكذلك في اليوم الثاني عشر وفي اليوم الثالث عشر كذلك ترمى الجمارات الثلاث ولا دعاء بعد جمرة العقبة ولكن يرمى يدعى بعد الجمرتين الوخريين يتيامن الإنسان عن الجمرة الصغرى ويتياسر عن الجمرة الوسطى ويقف للدعاء وقفة طويلة ويصلي هذه الأيام الأوقات تقصر الظهر والعصر والإشاء وتصلى كلها في وقتها ولا تجمع ليس فيها جمع إنما الجمع في عرفة جمع تقديم للظهرين وفي مزدلفة جمع الإشاء نعم هذه الأيام أيام التشريق سميت أيام التشريق لأن الناس يشرقون فيها مكة يذهبون إلى جهة المشرق وهو جهة منع أحصلي في الحديث معك في موضوع الحج وأيام الحج وهذه الأيام مشوق فضل الشيخ وممتع وصلى الله أن ينفع بك وينفع بالمستمعين الكرام والمستمعات لكن لم يبقى لي في ختام هذه الحلقة إلا أن صلى الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم على الشيخ لصالح القول والعمل وأن يغفر لنا ولكم ذنوبنا وأن يتقبل منا ومن الحجاج سائر أعمالهم وأن أتوجه بيطي بالتحايا وأجمل العبارات لضيفنا الكريم فضلة الشيخ العلام الدكتور محمد الحسن الددو الشنقيطي المسشار بكل الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر ورئيس مركز تكويل علماء على هذا الطرح الذي يبين فيه فضل الحج وأيام الله العظيمة كيوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق فجزاك الله خير فضل الشيخ وتقبل الله منه ومن إفصال الأعمال مستمعين الكرام زينوا يوم عرفة بذكر ربكم ودعاء مولاكم وقراءة كتابه والإحسان إلى عباده استبشروا بلقاء عيدكم وتجملوا بالصفح عن من أساء إليكم والعفو عن كل من أخطأ استقبلوا إخوانكم بالبشر والسرور واسموا على صفحات وجوهكم أجمل البسمات أقيموا شعائر العيد بضبح الأضاحي لربكم واصلوا أرحامكم وتمسكوا بسبل النجاة واغتنام هذه الأوقات الفاضلة يكتبوا الله لكم عظيم الأجر والمغفرة وتدخلوا جنة ربكم بسلام وبرحمة من الله عز وجل في نهاية حلقتنا أيها الأخوات لهذا اليوم تقبلوا تحيات محدثكم مع عيد القحطاني وتحيات أسرة البرنامج على من اللقاء بكم في حلقة جديدة من برامجكم سفينة النجاة وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي أمان الله سفينة النجاة حوار الشيخ الدكتور عيد القحطاني ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور محمد الحسن الددو